اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على بركة الله نتحدث في السيرة النبوية في بعد جديد من أبعادها متعلق بقصة آدم عليه السلام وكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية وخصوصا هذه القضية تشغل الإنسان وبني آدم في كل مكان في الفترة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأموم الطربة وكانت الجاهلية ضاربة بأطنابها فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في أحاديث حول آدم عليه السلام في نشأة الخلق فبين إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم إن الله قبض قبضة من جميع الأرض ولذلك يخرج منهم الأبيض والأسود والأحمر وما بين ذلك وأيضا منهم السهل ومنهم الحزن الشديد ومنهم الخبيث ومنهم الطيب وما بين ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واضح بيّن لأصحاب رضو الله عليهم هذا الحديث في نشأة بني آدم إنهم من قبضها الله من جميع الأرض أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لما صور الله آدم على صورة في الجانب التمثال لسيدنا آدم عليه السلام بقى في الجنة فترة فكان إبليس يطوف به وكان ينظر إليه فلما رأاه أجوف قال هذا خلق خلق لا يتمالك يعني فيه نوع من الضعف يمكن النفوذ إليه أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قال أرواح جنود مجندة فما تعرف منها تلف وما التناكر منها اختلف أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لما خلق الله آدم ونفخ فيه مروح عطس فقال آدم أول كلمة قال الحمد لله فرب العالمين قال يرحمك الله فأول كلمة خرجت من آدم عليه السلام هي الحمد لله وأيضا حديث آخر يبين له أن الله سبحانه وتعالى لما دبت فيه الحياء والروح أن تذهب إلى أولئك الملائكة وتطلق عليهم السلام ورد الملائكة هي تحيتك وتحية ذريتك فالحضارة الإنسانية الأولى بدأت بالحمد والحضارة الإنسانية الأولى بدأت بالسلام وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة خلق فيه آدم وادخل الجنة وأخرج منها وهذه أحاديث أعطت فكرة على سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام لكن الرؤية المتكاملة استمدها الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم فتجد في الفترة المكية تحدث المولى عز وجل عن قصة آدم في صورة الأعراف وجاءت مفصلة أكثر من أي موقع آخر وفي صورة الحجر أيضاً وجاءت فيها نوع من التفصيل وأيضاً في صورة الإسراء وأيضاً في صورة الكهف وأيضاً في صورة صاد وفي المدينة أيضاً جاءت في مرحلة متقدمة مرحلة الإكرام لسيدنا آدم أني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وهسفك الدماء فالرؤية المتكاملة الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنها من القرآن الكريم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن آدم خرق من التراب فالقرآن الكريم تحدث المولى عز وجل عن أن الإنسان خرق من التراب ثم من الماء ومن الطين ومن الطين اللازم ومن الصلصال ومن الحماء المسنون وجاءت آيات مفصلة في هذا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء المسنون والصلصال من حماء المسنون وهي مرحلة من المراحل التي مر بها الطور المادي في خلق الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم هذه التفاصيل بهذه الدقة غير موجودة إلا في القرآن الكريم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء المسنون فإذا سويته الحماء المسنون اللي هو بعد الطين اللازم والحماء المسنون اللي هو المتغير اللي فيه نوع من الرائحة ثم ينتقل إلى أن يكون الصلصال يكون الجسم تم تشكيله من حيث العين العينين من حيث الأذنين من حيث اليد فإذا سويته ونفقت فيه مضوحي التسوية الخارجية والداخلية بالأجهزة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في جهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز الدوري فإذا سويته ونفقت فيه مضوحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين فجاءت الآيات ووضحت حتى اعتراض إبليس لماذا؟ فقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء المسنون ففي صورة الحجر ذكر الإنسان خلق من الصلصال بيان ضعفة حتى يتعلم التواضع وأن قيمة الإنسان بالنفخة الروحانية التي الروح التي خلقها الله وأمد بها هذا الإنسان فالإنسان فيه بعد مادي وفيه بعد روحاني وفيه فيما يتعلق بالعقل وقال بعض العلماء إن التقاء البدن بالروح يطلق عليها النفس البشرية وهذه العلوم المركزة العجيبة في خلق الإنسان بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم لقصة خلق آدم في المراحل الأولى وطبيعة الصراع مع إبليس اتبحت في صورة الأعراف أكثر من أي موقع آخر لما قال لا قعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وبينت الآيات الأخرى إن السلاح ضد إبليس والتغلب عليه الإيمان والتوكل على الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على كيفية التصدي لإبليس من خلال التربية الإيمانية والتعريف بالله والتوكل عليه وإخلاص الأعمال لله رب العالمين سبحانه وتعالى القصة فيما يتعلق ببدء الخلق كرؤية متكاملة بتفاصيلها الروحية وتفاصيلها الجسدية وتفاصيل الصراع بين إبليس وبين الإنسان لن تجد مثل ما جاء في القرآن الكريم ابتداء من بداية الصراع إلى أن يستقر إبليس في النار وقال الشيطان لما قضي الأمر عموماً أنا نفتح الحوار مع المشايخ الفضلاء لإثراء هذا الموضوع لأن هذه من المواضيع المهمة لأي إنسان في المشارق في المغارب في أي قارة من القارات وهذه تدخل فيها الإجابة على الأسئلة الوجودية الكبراء التي يحتاجوا إليها الإنسان ففضيلة الشيخ علي تفضل لإثراه هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم بعد هذا العرض الطيب والربط بين سيدنا آدم عليه السلام وبين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله نستطيع أن نستنبط من هذه القصة ما يتعلق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن في حضرة سيرته وكذلك للأمة الإسلامية من خلال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي أولاً أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم استثمر وطبق هذه المبادئ الأساسية التي ذكرها القرآن الكريم حول سيدنا آدم وبداية خلقه من إد جوانب جانب الأول مساواة الناس بما أننا جميعاً من آدم وآدم من تراب إذن قاعدة الأساسية التي وضعها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود وطبعاً هذه القاعدة إخوة الكرام ليست سهلة ولا سيمة في العصر الجاهلية التي كانت تقوم على العصبية القومية وعصبية القبلية بل أكثر من ذلك وحتى اليوم هذه الأنصرية لم تنتهي بل تزداد اليوم من خلال ما يسمى باليمين الشوفيني المتشدد لذلك قبل ألف أربعمائة سنة يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ ثم يطبقه فعلاً دون تفرقة سلمان منا أهل آل البيت وسيدنا بلال رفع منزلته الله سبحانه رفع منزلته وأكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وقدمه والصحابة قالوا لما يتكلمون عن سيدنا صديق قال هو سيدنا وبلال كذلك سيدنا فلذلك طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة زيد بن حارثة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر منه وطلب منه زوج ابنة عمته من زيت وهذا أمر خطير جداً في الجاهلية ثم بعد ذلك حتى عندما طلقها كان فيها عبرة بأنه بإلغاء جانب قضية ما يسمى بالبنوة وما أشبه ذلك إذن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طبق هذا وطبق الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدور حول سيدنا آدم في مسألة كرامة الإنسان ولقد كرمنا بني آدم هذه الآية وخاصة كرامة الإنسان ربتها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات مرتين التي حضتكم يعني ذكرت واحدة منها فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أي روح الله سبحانه وتعالى فقعوا له ساجدين إذن ربت السجود ليس مربوطا بالجسد وإنما مربوط بهذه الروح المسندة إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل الحقيقة أو على سبيل التشريف أيا قلنا على الرأيين سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أحيا فحينما جاءت جنازة وقام لها الرسول صلى الله عليه وسلم الناس استغربوا قال إنها جنازة يهودي قال أليست نفسا أي أليست روحا هذا الشخص جميع بني آدم الله سبحانه وتعالى خلق فيهم أو أكرمهم هاسف أكرمهم بهذه النفخة الروحانية من عند الله سبحانه وتعالى مرتين مرة من خلال سيدنا آدم ومرة حينما يصل عمر الجنين إلى أربعة أشهر فيأتي الملك تكريما لهذا الإنسان وتكريما لهذه الروح فينفخ فيه الروح وحينئذ كما هو في الحديث الصحيح لسيدنا البخاري رضي الله عنهم جميعا إذن استثمار هذه القصص الأمر الأخير والمهم جدا جدا أن قصة آدم التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمتنا اليوم أحوج ما تكون إلى هذه المبادئ أن الله سبحانه وتعالى بيّن الأهداف والمقاصد من خلق سيدنا آدم وهي العبودية لله التقديس والتحميد مع تعمير الكول فأمتنا اليوم تحتاج إلى هذه المبادئ الثلاثة وهي أولا احترام كرامة الإنسان المساواة الحقيقية دون النظر إلى أي شيء والأمر الثالث تعمير الكون والتقديس والتسبيح أي كفتي الميزان هذا ما نستفيد من هذه السيرة العطيرة بارك الله فيك شيخ علي والدكتور فضل لك جهود مشكورة في التأمل والتدبع في القرآن الكريم فنريدك أن تثري هذا الموضوع بارك الله فيكم جميعا على هذه الوماضات والتنويرات حول هذه القصة العظيمة أنا عندي ما يسمى أخذته من هذه القصة ما يسمى بالواضحات الأربع وهذه نحمد الله سبحانه وتعالى عليها نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام الأمم تعيش في جهالة وفي ضلالة وفي ضياع حول هذه الواضحات الأربع الواضحة الأولى هي قضية الخلق كيف خلق الله سبحانه وتعالى آدم الأصل الذي ركب عليه آدم والسماوات والأرض والكون وخلق الملائكة فهذا الأمر محسوم عندنا واضح نعيش في أمن وتصالح وسلام مع هذا الكون ومعرفة نبني على هذه المعرفة الواضحة الثانية وفي الواضحة هذه الأولى بيّن الله سبحانه وتعالى كيف استغل الشيطان نقاط الضعف البشري نقطة الضعف البشري إذا أشرت إليها فضية الشيخ في الحديث يمكن أن يقال أن الإنسان من أعظم نقاط ضعفه أنه يحب الخلود ما يريد الموت الثانية أنه لا يحب فقط المال والجنة لا السلطان والملك هاتان النقطتان دخل من خلالهما إبليس فقال فقال هل أدلك على شجرة الخلد الآن يدق على هذا الوتر يدق على هذه النقطة شجرة الخلد يسمع الإنسان يسمع هذه الكلمة أتريد أن تخلد تريد أن لا تموت وملك لا يبلغ فهاتان النقطتان دخل من خلالهما إبليس وإذا كتنبه الإنسان لهاتين النقطتين نقطة أخرى كذلك ما يسمى بالزينة والستر ركز عليها القرآن في سورة الأعرف نلاحظ اليوم الهجمة الكبيرة والعظيمة والعالمية الموجهة والممنهجة في تعرية العالم وفي كشف العورات لندرك أن هذه المعركة هي معركة إبليسية بامتياز يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما فأي فجور وأي تبرج وأي عري وأي عهر هي قضية شيطانية يديرها إبليس وجنوده الواضحة الثانية هي الواضحة الثالثة هي قضية المنهج يعني نحن معنا منهج واضح معروف وأننا مستخلفون في هذا الأرض القضية الواضحة الرابعة هي الوظيفة لماذا لماذا خلقنا فهذه القضية قضية هامة جدا من أعمدة المعرفة الإسلامية وتليها قضية واضحة أخرى وهي الواضحة الرابعة وهي المصير وكلها واضحة جلية في قصة آدم عليه السلام ومن فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقاه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره نظر الارتباطات بين المنهج وبين الوظيفة وبين الرجعة واليوم الآخر بارك الله فيك وجزاك الله خير الشيخ نور الدين فيما يتعلق بالقيم الإنسانية الكبرى وعلاقتها بقصة آدم عليه السلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف الناس بنشأة الإنسانية بسم الله الرحمن الرحيم أجمع بين سؤالك وما أحضرته تفاعلا مع كلمة قد ذكرتها وهي كلمة ثلاثية الأبعاد أول ما نسب إلى آدم كما ذكرت فاضلة دكتور علي كلمة الحمد لله فهي أول كلمة ثم هذه الكلمة هي أول كلمة في الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما بين كون هذه الكلمة كلمة أولى مع آدم وكلمة أولى مع من يدخل الجنة بين هذا وذلك كلمة الحمد في الكون كله نحن نقول الحمد لله في كل صلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة ونقول الحمد لله عندما نستيقظ الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة أشهد أن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ونقول عندما نرى إنسانا قد ابتولي بما ابتولي به نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلا به كثيرا من خلقه وعندما نكمل الطعام نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين وهذه الكلمة التي هي كلمة بداية خلق وكلمة بداية دخول إلى الجنة وكلمة بداية الصلاة في قراءة الفاتحة وهي ببدايات كثيرة هي أيضا بمنتهيات فدخول الجنة هو منتهى العمل الإنساني بجزاء مبارك أوفى من الله عز وجل هذه القيمة الكبرى في خلق آدم وفي الإنسانية أن الله عز وجل قد امتن على هذه الإنسانية كلها بما امتن به عليها من جهة الخلق في أحسن صورة ومن جهة التكليف بأحسن منزل وهو القرآن الكريم اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ومن جهة العمل الأحسن ومن جهة الجزاء الأحسن ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فهذه الربعية الأحسنية في أحسن خلق وأحسن منزل وأحسن إنجاز وأحسن جزاء هذه الربعية تتكامل أبعادها ضمن هذه القيمة الكبرى في هذا الوجود الإنساني ووجود آدم عليه الصلاة والسلام الذي أقوله بالنسبة إلى السيرة النبوية في علاقتها بكلمة الحمد السيرة النبوية هي حمد لله تعالى الذي تعثى فينا هذا النبي الأمي الذي أرسل بالحق والهداء وكان رحمة للعالمين هو المنة المسجاه والمنح المسجاه النبي صلى الله عليه وآله النبي ورحمة هذا الذي جاء بهذه الرحمة نحن جادرون بأن نقيم هذه الرحمة في عالمنا العربي الإسلامي وفي الإنسانية هذه الرحمة التي هي وسعت كل شيء من جهة خلق الله عز وجل ولابد أن تسع كل شيء أو أغلب الشيء من جهة ما نقوم به نحن معشر المكلفين فالله جعل هذه الرحمة واسعة ونحن نفعل هذا الاتساع أو هذه الساعة للرحمة بقدر إمكانياتنا وعلى قدر اجتهاداتنا ووعينا وكلما كان وعينا بهذه الرحمة المنزلة مربوطا بالإنجاز المتعلق بالرحمة كانت الخيرية الأمة وكان الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى والله وليه التوفيق برك الله فيك الشيخ الشيخ محمد والشيخ محمد له تدبرات كبيرة في القصص القرآني واستفدنا منه وتتلمذنا على يديه في هذا العلم الواسع وله حلقات متميزة فنريد أن يفيد علينا بما فتح الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله لهداية الناس ولذلك من المهم أن يستعمل أدوات الهداية كلها وأدوات الهداية من أهمها قصص الأنبياء وذلك أن كل قصة تمثل شيئا من حياتنا في القرآن ليس كتاب تاريخ يقص علينا الأخبار أنه في السنة البلانية في الشهر البلاني اليوم البلاني كان الملك البلاني في المدينة البلانية لا القرآن كتاب هداية ونور فلذلك كانت قصة آدم عليه السلام هداية يحتاج الناس إليها ولا يمكن أن يهملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الناس فحدثنا بها أولا وآخرا حتى موت آدم وهو في الحديث الذي ذكرت من فضيلة الشيخ في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرويا من طلعت عليه الشمس ويمر جمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وفيه مات هذا اليوم يوم الجمعة حتى أطوار آدم حتى موته حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدء الخلق لا شك أنه أيضا مما يحتاج تحتاج إليه العقول فالعقول البشرية تحتاج إلى شيء من البدايات كما أن لها أيضا مواقف في النهايات فكما أن تربية الأرواح فيها التحذير من مشكلات إبليس وقصص الأنبياء نافعة فيها كذلك تربية العقول تحتاج إلى علم عن ما سبقنا ولذلك فإن عقولنا لا يمكن أن تطلع ولا أن تستشرف ما سبقنا ولا ما يتي بعدنا وإنما تغطي لنا مساحة ضيقة هي مساحة وجودنا فنحتاج إلى ما يغطي لنا هذه الجوانب الخارجية من الغير ولذلك قال الإمام غزالي العقل وحي من الداخل والوحي عقل من الخارج فهذا الوحي الخارجي هو الوحي هو عقل من الخارج فإنه بمثابة العقل لنا يغطي لنا مساحات لا يمكن أن تصل إليها عقولنا قصة آدم عليه السلام فيها كثير من العبارة التي نحتاج إليها والهدايات فيها قضية المعصية وأثرها السيئة على الإنسان في إخراجه مما هو فيه وفي إساءة علاقته بالله سبحانه وتعالى وفيها قضية التوبة والإنابة والرجوع وأن كثيرا من التوبة قد ترفع الإنسان أكثر من المقام الذي كان فيه قبل الذنب وفيها أيضا قضية الاستقالة العثرة ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقضية التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه في الأمر كله قضية نشأة البشرية والامتنان عليها بذلك فالمجتمع البشري بدايته من آدم وحواء وكان مجتمعا بدايا كل احتياجاته مستوردة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا واري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وتطورت البشرية فجعل الله لها في نوامس الكون ما تسد به هذه الاحتياجات بعد أن أنزل لها الأصول من السماء حتى البهائم فقد أنزل الله من الأنعام ثمانية أزواج وكانت أصلا مما نحتاج إليه منذ عهد آدم كذلك قصة آدم لها تسلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معاركه وفي جهاده فهو نعم إبليس عدوه الأول ولكن له أبالسة آخرون عادوه وكانت الترتيب هذه العداوة معتمدا على أمر قد سبق وهو قصة آدم عليه السلام بارك الله فيك الشيخ محمد ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بنا جميعا ويدل الإنسانية والبشرية على الصراط المستقيم تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لنمحوا هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنص التفوز بالهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة